نجحت حركة حماس في أن هي تقوم بأسر مجموعة من قوات المارينز الأمريكية اللي تورطت في المواجهات فوق قطاع غزة في ذات الوقت اللي انطلقت فيه تحذيرات غير عادية من أن الولايات المتحدة الأمريكية على وشك أن هي تتورط في قلب المستنقع العربي في ذات الوقت اللي المنطقة العربية أعلنت حالات الطوارئ استعدادا لمواجهة حاسمة غير عادية من خلال اجتماع طارئ هيتم عقده لجمعة الدول العربية وهيشارك فيه كل قيادات المنطقة مواجهات حاسمة تطورات غير عادية هنتوقف عندها خلال الحلقة دا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معكم محمد عبدالهادي من قناة مصر أنا هدخل مع حضراتكم في تطورات الأحداث بشكل سريع حسب ما جاء في كل وسائل الأعلام الغربية مقطع فيديو انتشر لجنود من قوات المارينز الأمريكية احتجزتهم حركة حماس خلال القتال والمواجهات اللي بتحصل حاليا فوق أراضي قطاع غزة الفيديو بيصور عدد من الجنود المحتجزين اللي هم جنود المارينز فيما يبدو أنه نفق أحد أنفاق حركة حماس وعلق ناشره المقطع بالقول أسرى اليوم من المارينز الأمريكيين ده الفيديو اللي انتشر ولاقى طبعا ردود أفعال على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي ايه اللي حصل حضراتكم بقى؟ بسرعة وكالة الأنباء الفرنسية تبرعت مشكورة بأن هي تفتش بقى عن حقيقة الفيديو ده وكشفت السطر عن حقيقة صادمة الفيديو ده أساسا مش مظبوط يا جماعة خلي بالحضراتكم وكالة الأنباء الفرنسية مش وكالة أنباء رايترز ولا أي وكالة أنباء أخرى إنما وكالة الأنباء الفرنسية ليه حضراتكم؟ لأن فرنسا هي التي تقود المواجهات ضد الشعب الفلسطيني داعمة للكيان المحتل ليه؟ لأن هما بيقدموا الدعم بشكل غير عادي للكيان المحتل في مواجهة الشعب الفلسطيني في سبيل إن هما يحصلوا على جزء من الطرطة اللي فشلوا فإن هما يحصلوا عليها في المواجهات اللي حصلت في قلب أوكرانيا ضد روسيا فبدأت فرنسا تدور على النفوس بتاحها المفقود أو تدور على كرامتها المهضرة في قلب أوكرانيا وفي قلب دول زي النير وبركينة فسو ودولة مالي والجابون وكانت الأنباء الفرنسية قالت لأ لحظة واحد يا جماعة أنا دورت على حقيقة الفيديو ده ده مش مارينز ودول مش بتوح حركة حماس اتضح أنه أسرى روس بعد استسلامهم للجيش الأوكراني يعني ضربت عصفرن بحجر واحد رقم واحد دفعت عن الكيان المحتل إن دولي أساسا مش أسرى ومش معنى ذلك إن حركة حماس هي التي انتصرت أساسا في المواجهات اللي هي بتحدث حاليا في فوق الأراضي المحتلة وفي قطاع غزة زائد إن هي دفعت عن ستها وتجرسها الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتلعب لعبة قصرة معها في المنطقة العربية حاليا زائد رقم ثلاثة بتحاول أن نايل من القوات الروسية دول يا جماعة أسرى روس كانوا بيستسلموا للقوات الأوكرانية حية أمك عرفتك شانا كده القوات الروسية التي تستسلم للقوات الأوكرانية؟ يعني الروس هم اللي بيستسلموا للأوكران إزاي لمؤاخذة؟ ده أنت من شهر سبتمبر قبل الماضي وروسيا ضربة الكل بالجزمة الأديمة وحققت الانتصار والمسألة متاهدة مين بيستسلم لمين؟ وبناء على أي أساس؟ طبعا ده عشان حضراتكم تتأكدوا إن ده كله فبركة وإن فعلا الفيديو ده صحيح ويمكن حضراتكم هتتأكدوا إن الفيديو ده صحيح لما تعرفوا ردود الأفعال اللي بدأت تنطلق من قلب الولايات المتحدة الأمريكية نفسيها وتقول خلي بالك يا أمريكا أنت وقعتك سودا لإن كده هتتورط في المستنقع العربي والكيان الإسرائيلي هيشدك لمواجهة كارثية سكوت ريتر ضبط المخابرات السابق في البحرية الأمريكية قال إن الرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو بيحاول تصعيد الوضع في لبنان من أجل جرل الولايات المتحدة لحرب متعددة الجباهات ضد المقاومة اللبنانية وضد إيران حضرتكم عارفين المقاومة اللبنانية هي مين؟ عشان الخوارزميات القزرة بتاعة السوشيال ميديا ما تحجزناش أو تمنع الحلقة فهو الراجل بيعترف بعضمة لسانه وبيقول الكيان الإسرائيلي بيحاول يجر أمريكا للمستنقع العربي ولمواجهات وتعدد الجباهات سواء إذا كان في لبنان أو في إيران وقال إن المقاومة اللبنانية اللي هي السيكو سيكو عشان بس إيه حضرتكم فاهمين برضو المرة التانية عن المقاومة اللبنانية عشان إحنا تلدعنا قبل كده في حوالي مثلا عشر فيديوهات كلما نزلهم يروحوا إيه حظرنهم وقال إن السيكو سيكو اللبناني أنا عندنا في مصر بنقول على أي حد مش عاوزين نلفز باسم وقولك السيكو سيكو وقال إن المقاومة اللبنانية لو هدمت الكيان المحتل فسوف يتوقف الناس عن الحديث عن فلسطين وهيتوقف الناس عن الحديث عن الأدوان الإسرائيلي وهيركزوا فقط لغير على الجبهة الجديدة اللي تفتحت في مواجهة الكيان الإسرائيلي هو طبعا مش بقول الكيان الإسرائيلي أنا اللي بقول يعني هو بقول في مواجهة إسرائيل وسوف يركزون على جبهة جديدة من المحتمل أن تشمل إيران وده بترفضه المقاومة اللبنانية وبالتالي المقاومة اللبنانية بتأجل المواجهة مع الكيان الإسرائيلي بحيث تظل القضية الفلسطينية هي سيدة الموقف عشان العالم كله يتكلم عن فلسطين فقط أنا عاوز أقول لحضراتكم من القيادات حركة حماس قالوا إحنا كان لابد من إن إحنا نقوم بعملية إحنا عارفين النتائج بتاعتها إحنا كنا عارفين كويس جدا إن نتائج اقتحام الأراضي المحتلة هيكله نفس رد الفعل اللي بتقوم به إسرائيل حاليا لأن كان مهم جدا إن إحنا نطرح القضية الفلسطينية مرة أخرى على مائدة قيادات العالم ونذكر العالم بالقضية الفلسطينية عشان محدش ينساها طبعا تبرير منطقي ورائع جدا وبالتالي بدأوا يفجروا المواجهات في مواجهة جيش الاحتلال النتيجة اتورت الجيش المحتل في قلب المواجهات دي وبدأ الكل يدين النتيجة بالفعل طرحت القضية الفلسطينية على مائدة المؤسسات الأممية وعلى مائدة كل زعماء المنطقة العربية رغم أن في الجميع ولذلك المقاومة اللبنانية رفضت إن هي تفتح المواجهات مع جيش الاحتلال هي كمان عشان ما تتسبش القضية الرئيسية اللي هي القضية الفلسطينية ويفتكروا فقط لغير المواجهات ما بين جيش الاحتلال وما بين المقاومة اللبنانية وطبعا للمرة التانية فعلا تبرير منطقي تماما أنا بركز على قضية القضايا اللي هي القضية الفلسطينية لهذا السبب يتحدث نصر الله مرة أخرى عن المثابرة دا اللي هو سكوترايتر المثابرة تعني أنه يتعين عليك النضال خلال الأوقات الصعبة لضمان عدم تشديد انتباهك عن الرؤية الاستراتيجية اللي انت بتستهدفها وعن الهدف الحقيقي اللي انت بتسعاله إن احنا نطرح القضية الفلسطينية على مائدة الجميع رغم أنف الجميع حتى لو انت ما انتش عاوز جده إلا أننا نجحت في أننا أقطح من الأراضي المحتلة أستفز جيش الاحتلال جيش الاحتلال هيتورد في المواجهات النتيجة إن الكل من الممكن ينضر لو ما تحركش النتيجة طرحت القضية الفلسطينية مرة أخرى على مائدة الجميع رغم أنف الجميع وأكد سكوترايتر إن حماس تكسب هذه المعركة هتكسبها بكل ما تعنيه الكلمة من معنى حتى وإن قام جيش الاحتلال بتدمير قطاع غزة ولا يمكن لإسرائيل أن تنتصر ولا تستطيع إسرائيل هزيمة حماس على الأرض لقد خسرت إسرائيل المعركة الدعائية على مستوى العالم وخسرت في قلب الولايات المتحدة الأمريكية دا سكوترايتر ضابط المخابرات الأمريكية المحلل السياسي الاستراتيجي جون كرياكو وده ضابط سابق في موكالة المخابرات المركزية الأمريكية هو كمان قلب الحرف الواحد إن سكوترايتر وسيد المقاومة اللبنانية نصر الله أنا مش عايز أذكر اسمه عشان البعدة سكوترايتر ونصر الله على حق لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية الفوز في حرب ضد المقاومة ولا ينبغي لها أن تتورد في مثل هذه المعركة لأنها في كل الأحوال هتخسر إن لم يكن بالفعل قد خسرت وأضاف كرياكو الآن سمعنا من مكتب نيتنياهو أن الجيش الإسرائيل على حد تعبرهم في عمق وقلب غزة أنت أصبحت دلوقتي في قطاع غزة وفي عمق غزة حسن حظا سعيدا ده اللي هو جون كرياكو اللي هو ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيقول أنت بتقولوا وبين يمين لتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بيقول أنه هو أصبح في عمق غزة أنت كده حسس أنك انت تنتصرت حسنا حظا سعيدا حظا سعيدا في العصور على عدو متشابك مع السكان المدنيين حظا سعيدا في أميال وأميال من الأنفاق تحت الأرض اهنأوا بقى اتورطوا بقى وقال كرياكو لا تستطيع الولايات المتحدة ولا ينبغي لها أن تحارب المقاومة في لبنان نحن لا نعيش في هذا الحي وهم يعلمون أن بإمكانهم انتظرنا حتى نخرج تماما كما فعل الأفغان وكما تماما كما فعل العراقيون وتماما كما فعل الفيتناميون ليس لدينا عمل هناك تلك هي معركة إسرائيل هل تتذكروا آخر مرة قاتلت فيها إسرائيل ضد المقاومة في لبنان لقد ذهبوا إلى جنوب لبنان وظلوا هناك طوال عامين أو سلاسة أعوام وفي النهاية تم إكبرهم على الخروج ولم ينتصروا في تلك المعركة فلماذا نرغب في الإنخراط في شيء كهذا؟ أعتقد أنه سيكون خطأا كارثيا في السياسة الخارجية أن تورت في حرب ساخنة ليس لدينا فيها أي مصالح وطنية حقيقية هكذا تحدث زابط المخابرات الأمريكي السابق من قلب الولايات المتحدة الأمريكية بدأوا يدق أجراس الخطر خلي بالك يا أمريكا أنت تتورطي توريطة طين والتوريطة بتاعتك دي هيعقوبها هزيمة ليكي زي ما حصل في قلب بيتنام وفي قلب أفغانستان وخلي بالكم إحنا ملناش مصلحة هناك إسرائيل هي اللي عايزة تورطنا حدث ذلك في نفس التوقيت اللي بدأت المنطقة العربية تعلن حالات الطوارئ من أجل عقد اجتماع طارق لزعماء المنطقة يوم السبت القادم يعني خلال ساعات قليلة قادمة كل زعماء المنطقة مطلوب منهم أنهما يعقدوا اجتماع ويبحثوا الخروج من الأزمة لابد من اتخاذ قرار لو أنتوا ما أخذتوش قرار أنتوا اللي حتتصبوا في النهاية لأن الخطر بيحاصر كل دول المنطقة بلا استثناء أمريكا بدأت تتحرك بالأسطل بتاحها فرنسا وراها كل دول أوروبا خلال سويعات قليلة من اشتعال عملية طوفان الأقصى بدأوا يدعموا الكيان الإسرائيلي بطريقة لافتة للنظر جدا بعيدة كل البعد عن المنطق والعقل مما يؤكد أن هناك مخططات غير عادية تدبر للمنطقة العربية لو زعماء المنطقة العربية ما أعلنوش عن مواجهة حاسمة وقرارات فاصلة هتبقى مشكلة مشكلة لقيادات المنطقة ومشكلة للمنطقة العربية ينتمع السبت المقبل في السعودية قادة وزعماء الدول العربية الـ 22 لعقد دورة غير عادية لمجلس جمعة الدول العربية على مستوى القادة للتشاور والتنسيق وبحث سبل مواجهة التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية وبدأ وزراء الخارجية العرب عقد اجتماعات تحضيرية في الرياض للقمة العربية الطريقة المقررة بعد ساعات قليلة لبحث سبل مواجهة التصعيد المستمر في قلب فلسطين يعني هيكون هناك مواجهة حاسمة يوم السبت القادم أنا مش متوقع بالمناسبة ما عنديش أمل لكن خلونا نتفق أني سخونة المواجهات التي تحدث فوق الأراضي العربية حاليا هتدفع زعماء المنطقة لاتخاذ قرارات مصرية جدا لأنهم زي ما قلت لحضراتكم لما اتخذوش قرارات مصرية يبقى في الحالة دي هيتورطهم كمان توريطة غير عادية يعني هيكون هناك توترات هيكون هناك وضع مش ظريف طبعا على المستوى العربي هيكون هناك نتائج كارثية تماما وربنا يسطرها قوات مارزي في قبضة حماس صورة تخذو التواصل الاجتماعي تعالوا حضراتكم شوفوا الفيديو هنكتفي بهذا القادر حماس تكسب المعركة ضابط مخابرات أمريكي سابق إسرائيل بتحاول طورية الولايات المتحدة الأمريكية في المعركة بتاعتها اجتماع وزراء الخارجية العرب في رياض تحضيرا للقمة العربية الطريقة وربنا يسطرها لأن القمة العربية دي لو مطلقش منها قرارات فاعلة زي ما قلت لخضراتكم الكلها يتورط ربنا يسطرها اشتركوا في القناة